السلام عليكم ورحمة الله كيف ديري لبس عليكم انتمنكم يا ربي دائما تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله اليوم سنشوفوا مع بعضيتنا اروح وانجح وصفة لتحضير حلوة الريش بونت محبوبة المغاربة محبوبة الجامع يعني الحلوة اللي كل شي كيبغيها الصغير والكبير كالدوب في اليد قبل الفم مضاق اكتر من رائع مضاق البرتوقال خليكم معي اخواتي من الولتر الاخير وما تنسونيش فضلا متشجاعة ديالكم الله يجازيكم بخير من بابي التشجيع حلوة كتحمق والديدة بزاف نتوكلوا على بركتي الله ونشوفوا المكونات ديال هاد الحلوة هدي غادي نحتاج لها مائتين وخمسين جرام ديال الزبدة هنا خدمت بزبدة من اصل حيواني غادي نضيف جوج كسان ديال سكر ساندة او سكر حبيبات وكتخرج واحد لكمية كبيرة بمكونات ديالها مضبوطين اخواتي غادي نضيف سكر منسم بالفانيلا قبيصة الملحة ضروري منها لتصحيح الدوق بالنسبة الزبدة نكونو مخرجينها من قبل من تلاجة انضفت هنا يا سكر منسم بزهرة البرتقال وعندي القشرة ديال برتقالة كنحكو غا القشرة الخارجية فقط بطبيعة الحال برتقال كنوصلوهم زيان نشفوه وكنحك القشرة عفوا يعني اللي كتكون لون ديالها برتقالي ما نوصلوش القشرة البيضة وعندي واحد نص حامضة او لليمونة بنسبة الاخوات اللي في الدول العربية حتى هي اضفت القشور ديالها يعني مزيج ديال هاد نكهات هادو عصر ديال عفوا ان القشور ديال الحامض مع القشور ديال برتقال كاعدو واحد المدق ممتاز كان معك زبدة مع السكر مزيان حتى قد نحصلو على واحد الكريمة وبنسبة القشرة ديال برتقال او لليمون يعني ديال الحامض كنحكهم مباشرة مع الخليط باش هكا كنستفدو من ديك زيوت الطيارة اللي فيهم غدي نضيف كاس ونص ديال زيت نباتية العبار ديال كاس هو الكاس ديال العنبة او كاس المغربي اللي كيوزن لنا ميا وخمسين او لا ميا وستين ميليليتر غدي نضيف جوج حبات ديال البيض يكونوا بدرجة حرارة المطبخ وغاديين معك الكل مزيان نخدمهم حتى غدي نحصلو على واحد الكريمة ضروري من هاد الخطوة هادي اننا نبقوا نحكو في دك السكر مع الزبدة والبيض والزيت خدمت بزبدة من اصل حيواني كتعطي واحد المدق زوين ولخدمتو بزبدة ديال المارغارين غدي نديرو جوج كسان ديال زيت نباتية كنحاول اخواتي نوصل لكم الفكرة ديال كل حاجة باش هكا تحصلو على واحد الحلوة اللي المكونات ديالها مضبوطين والنتيجة ديالها اكتر من رائعة كنبقى نمعك مزيان حتى غدي نحصل على هاد الكريمة هادي ضفت نسكاس ديال الكوك اولا جوز الهند وننصحكم اخواتي انكم ديروه يكون نوعية مزيانة يعني يكون ميددم كيف كنقولو تكون فيه الدهون كنحك داك شوية اولا كناخد شوية ديال الكوك او جوز الهند نحكوه بين يدينا مني كنلقاه ميددم هادك هو النوعية الزوينة وكتكون فيه حتى الريحم جدا غادي نخدم لكل مزيان وديك الحروش هي اللي كتكون في الكوك كتعاوننا ان هاد الخليط ديالنا ينتدمج مزيان نزلت واحد شوية ديال القشور ديال البرتقال حتى هوا ما يحكيتهم في الاخير هوا ما كيبانو لكم صفيدة بغا ديال بدعم باضافة الدقيق بالنسبة الكمية الدقيق دائما اخواتي ما كان بغيش نعطي الكمية مضبوطة كان بقاو نضيفه شوية بشوية ما كان زعموش كان حاول انني انبقى نضيف شوية بشوية ما تزعموش بزاف باش هكاية ما تنشفش ليكم اه العجينة ديالكم غادي نضيف جوج اكياس ديال الخميرة كيموية اولا البيكين باودر وزن كل واحدة فيها 7 جرام اولا 8 جرام وما كان دلكوش العجينة دائما برؤوس الاصابع كنحاول انني انجمعها وانا كنضيف الدقيق العجينة ديال هاد الحلوة كتبغي تكون رطبا باش هكا تجيناها الشيشة صدقوني اخواتي هاد الحلوة هادي بصراحة انا تشهيتها يعني عزيزة عليا وتشهيتها وقلت ضروري غا دير نوت نوجدها ونتقسمها معاكم وبزاف ديال اخواتر هم كيبغي هاد الحلوة هادي شوفوا معايا العجينة خاصها تكون في هاد القوام هادا ما تكونش مجموعة 100% يعني ما تكونش ناشفة وبهاد الحركة هادي كم قنضيف دوك الرشات ديال الدقيق يعني في الاخير كم قا نرش غير شوية ديال الدقيق وانا كنجمع باش هكما نزعمش العجينة ديالي بعد ما كان نحس بالملمس ديالها ارتب وما كتلتسقش في ليدين كان بداء نشكلها كويرات ومن الاحسن نخلي العجينة بضع دقائق نغطيها بلاستيك غدائي ونبدو نشكلها كويرات بالنسبة الحجم ديال الكويرات الحجم ديالهم كيكون صغير بطبيعة الحل ايلا بغينا نديروا الشكل الكلاسيكي ديال هاد الحلوة ديال الريش بوند كنديروا كويرات اللي كيكونوا صغير ودائما عيننا ميزاننا اخواتي شوفوا معايا الحركة اللي كندير انني ما كنخليهاش مقبة كيف كنقولو او لا عالية كنكورها وكنضغط عليها بين الكف ديال يدي او الراحة ديال يدي ديالنا باش كتجينا بحاجة نحل واحد صديفات ونعطيوها الخاطر اننا ناخدو واحد يعني نصيبوهم في قياس لي كيكون صغير لانك يتزاد الحجم ديالها كناخد الطاوة مفرشة لها ورق المطبخ اولا كنرشو فيها واحد شوية ديال دقيق وكنبقى نستف في هاد الكويرات هادو دائما نخليو شوية ديالتي ساع بيناتهم لانها كتسيح اولا كتكبر ونصيحة اخواتي ناكد على انكم خليو العجينة واحد شوية احد بدو تشكلو فيها وغادي نعطيكم واحد لاستيس او لا واحد الفكرة باش هكا كتجي الوجه ديالها ملس وما كيجوش فيها كيف كنقولو كتجي مشقة ملسا كلها باش مليك نديروا لي هادا كتزيين ديال هكا تبقى زوينة شوفوا معايا اخواتي كنبقى نشكل كويرات وكنضغط عليها بين الكف ديال يديها او في الراحة ديال يديها بحالة كنبسطها ولو بغيتو انكم ما تلاقيوهم شو بطبيعة الحال الشكل الكلاسيكي العادي ما بغيتوش تلاقيوها اكيد ممكن تديروهم شوية كبر وكت انا كتخدموهم حبة حبة هادي هي الحلوة اللي ما كان كيف كنقولو بحال كيك اليومي اللي كان ندورو ندورو نرجعو ليه والحلوة نفس الشيء اولاد وزاتي ندورو احتنا يو ونرجعو لهاد محبوبة المغاربة محبوبة الجامع كل شي كيبغيها الصغير والكبير وكيف قلت هادي هي يلا لهم وبالمضاق زوين فيتاهم يعني واحد المضاق واحد اللدة سبحان الله في هاد الحلوة كتحمق اللي ما بغيتش تدير الكوك او لا جوز الهند في العجين ممكن انها تستغنى عليه غير حاولو انكم تنسموها بدك المزيج ما بين القشور ديال البرتقال والقشور ديال الليمون يعني هاد المضاقات ديال الحواميد بجوج مع بعضياتهم شي حاجة زوينة بزاف كتخرج لنا ما شاء الله الخير والبركة هاد العبارة الاول هاد القياس اللي عطيتكم كيخرج كمية معقولة وخاك نديرو فيها كمية كبيرة ما كان دموش عليها الحيلة اخواتي انها ما ديرش لكم دوك الشقات او لهدا كنخليها حتى كنسالي عاد غادي نبداء انطيب فيها انه ماشي مباشرة تصيبو الصيني اللي ولد دخولو الفررن كل ما خليتوها في الطاوة واحد المدة اللي لو ما كديرش دوك الشقيقات في الفوق وكيجي الوجه ديالها ملس بحل هكا كيف كتشوفو معايا في الصورة بالنسبة لطياب ديالها كننطيبوها على درجة حرارة متوسطة كنشعل عليها بالنسبة لفرن الكهربائي كنشعل التحت واحد خمسة دقيق وعد كنشعل الفوق باش هكا كتجيني مقاد دفط طياب وكل اخت وكتعرف الفرران ديالها كتطيب بسرعة اردوهم عها البال لان الحبات راهم صغورين وحاولوا انكم ما تفوتوش لها في الطياب باش كتبقى مطرية كتبقى اللون ديالها كيف كنقولو في القياس باش مني كندلو لها التزيين ديالها كتجي هي هاديك انا كنبيي لكم اه اللون ديالها كيفاش خاصو يكون يعني ما محمراش بزاف احنا رغير الاضاءة اخواتي يعني اللون ديالها دهبي وشكل ديالها كتجي مبسطة كاملة وزوينة غادي ندوز ونشوفوا مع بعضيتنا الطريقة ديال تزيين ديالها او لا كيفاش غادي نزيين هاد الحلواء ديال الريش بوند دائما نختارو المربا يكون نوعية مزيانة ويكون خفيف انا هنا قدمت بجوج ديال النوعيات لاناني كنبغي المضاق اللي يكون زوين بصراحة اه اضفت عليه نصف كاس ديال الماء الزهر وغادي نديرهم فوق البوطة ونخليهم يغلوا مع بعضيتهم انتو مع الحساب الكمية اللي درتو ديال هاد الحلوه هادي ممكن بعض الاخوات اللي خدمو ميا وخمس وعشرين جرام ديال الزبدة نصف المقادر اكيد غادي نديروا القياس ديالكم اللي غادي ندوزوا فيه هاد الحلوه هادي غادي ندير الكاسر اللي فيها المربا فوق النار تغلو تعاود حتى غادي ندامج ليا المربا مع ماء الزهر وهنا عندي الكوك اولا جوز لهند كنأكد على الكوك يكون ميددم والريحة دياله تكون زوينة يعني يكون جديد المربا بعد ما غلى وعاود كنحيده من فوق النار ونخليه اتهدن منه درجة الحرارة لكن راه باقي سخون كنوضع فيه هاد الحبات ديال الحلوه كندير واحد الكميه ما شاء الله كنخليوها تقريبا واحد بضع دقائق وكنهزهم للك يبال لكم انه رمزان البخار كين في هاد الخليط هادا كناخد الصفاي باش هكا تكون العملية مزيانة وسهلة كناخد الصفاي كنسقطر الفائد ديال المربا وهاد العملية هادي كتخلي لنا داك الكوك او لجوز اللي غادي نوضعو فيه هاد الحبات كيبقى انقي يعني ما كان نوسخوش الخدمة ديالنا وما كيهزش لنا كتر من القياس دياله والحلوه ما كتهزش عفوان كتر من قياسها غير تبعو اخواتي هاد الخطوات هادي ولكن عندكم العوين عويننا الله كاملين اخواتي راكتجي سهلة اه وحده كتدير المربا وثانية كتدير الكوك هكا كنا كنخدمو زمان اما دابا عويننا الله الحمدلله هاد الصفاي هادا كينفع بزاف ولوقيت اللي كنحيد انا كميه اللي كانت في المربا كندير كميه اخرى ديال الحلوه باش هكا كتشرب من الدخل صدقوني اخواتي قد ما شكرت فيها هاد هاد الوصفة وصفة ممتازة لمقادر ديالها مضبوطين وغد يتعجبكم غير اختاروا الكوك او لا جوز الهين اللي تكون النوعية دياله زوينه وفي نفس الوقت حتى المربا يكون زوين وانا كنبيه لكم هنا النيد دياله رها ما كتعمرش بدك الكوك والكوك عندنا كيبقى بيض تلجا يعني تشي حاجون مكي تروونش لينا كم قرده بنفس الطريقة حتى غد ينسى لي الكيميه اللي عندي كامله وحتى ذاك شي اللي كيبقى ليه في طبيصي اللي تصفاء من هاد الصفاي كنعود رجعو الكاسرول كيف قلت يا اما كتديرو جويجات مع بعدياتهم يا اما كتخدمو كل وحدة بوحديتها وغد يتخرج لكم ذاك سطيل ديال زمال اللي كنا كنديرو سطيلة ديال حلوة ريش بوند الريحة ديالها كتشم منين ومنين كترجعني لذكريات الطفولة كترجعني الايام زمال الجميل بصراحة هاد الحلوة وخا نديروها ونديرو بزاف ديالشكيلات هاد بلاستها ما كتجي فيها حتى شي حاجه بلاستها بوحديتها سبحان الله واللي بغى تخدم جوج ديال الماداقات من نفس العجيل ديال حلوة الريش بوند بشوكولاتة او لا بالكاكاو معليها الا تزيد واحد جوج معالق ديال الكاكاو في واحد النصف ديال الكيميا قبل ما تعطيها حقها في دقيق كنت بصراحة صورت واحد الوصفة ديال الريش بوند بجوج ديال الماداقات وللأسف تحذفوا لي بزاف ديال المقاطع بقات فيها ان شاء الله نعودها معاكم مرة اخرى بنفس المكونات ممكن انكم تديرو جوج ديال شكيلات واحدة كديروها في تزيين ديالها في الكوك والتانية كديروها في شوكولاتة في غمي سيل بعد ما كدوزوها في المربا نتمنى اخواتي نكون وصلت لكم الفكرة باش هكيك يكونوا عندكم جوج ديال الماداقات حلو ديال ريش بوند العادية بالكوك والتانية بالشكولات لكن الماداق ديالها حتى يجيزوين لان ماداق البرتقال مع الشكولات كيتواتو مع بعضياتهم هذه هي الحلوة ديالنا بعد ما وجدناها كدجي اكتر من رائعة ما كان بصراحة كيف قلتو عاودش حل من المرة بلاستها ما كتجي في هاتش حاجة وكتخرج لنا الخير والبركة زينتها بوريقات ديال نعناها على الورد البلدي وكتجي كتدوب دوابان في الفم غدي نقطع معاكم وحيدة باش تشوفوها كيفاش كتدير او كيفاش كتجي او لا غدي بصراحة كتعز عليها ان نينفتتها لكن معلش ضروري نوريها لكم و المضاق ديال برتقال كي يجي فيها حاضر كنتمنى كنتمنى خواتتي الفيديو ديال اليوم او لا الحلوة ديال اليوم تكون عجباتكم تكونوا استمتعتوا معايا فيه او لا استفتوا معايا فيه ما تنسوناش فضلا من تجاعة ديالكم الله يجازيكم بخير من باب التشجيع والتحفيز اخواتي فارتاجيوا الفيديو مع الحباب والمعارف ديالكم بصراحة و انطلقوا ان شاء الله فيديو جديد و وصفة جديدة وبالنسبة لهذه اللي كنت نقول هدا باو انا كنت نسجل او لك نصور هاد شوية هادو اللي حتت او اللي فتت عفوا ما غادش نضيعها غاد يناكلها خليت لكم الراحة ولهنا و رحت البل بصحور رحة و انطلقوا ان شاء الله في فيديو جديد و انطلقوا ان شاء الله في التعاليق واللي جربت الوصفة تقسم معنا الصورة ديالها في مجموعة الواتساب اللي غاد نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالها اسفل فيديو في امان الله